هاي جايز شلون كمش اخباركم فيديو اليوم العنوان مبين اوهو شنو بس قبل لا نبلش الفيديو في بس شغلة بس ابي اقولها بناتنا مرات لما اصور لما تشوفون الفيديو يكون اردي متصور قبلها بسبوع مرات اسبوع ونص يعني انا لما اصور الفيديوات اصور كلا فيديو وبعدين اسوي بوست كل احد وكل اربعة فمرات في احداث بالدنيا تصير يكون الفيديو اردي متصور وموجود باليوتيوب بس انا اسوي لبوست فبهالحالة ما قدر اسوي ادت حتى حق الفيديو ففي مرات مثلا في ناس ان يعني يكتبون لي ان ليش ما تكلمتي او ليش ما قلتي رايج بموضوع معين او شي صار مثلا بالدنيا او تشري ان ليش ما تكلمتي عنه فهو يكون هذا السبب بس طبعا انا دايما بالانستجرام انستجرام دايما يعني احط او انه مثلا اساند او اي مثلا قضية شاغل العالم وشي دايما مثلا احط دايما بوستات بالانستجرام لان اوهو اللي يكون ابدات فباليوتيوب دايما يعني مثلا لو بتكلم الحين عن شي راح تشوفونا ويكون يمكن صاير له فترة يعني يعرفتو لانه بس كنتم يتكلم عن اللي قاعد يصير فلسطين والمفروض اصلا بدون ما اتكلم انتو عارفين حبنا حق فلسطين وعارفين ان طبعا هذه قضية كل المسلمين الاولى فاحس ان يعني مرات يمكن استيحى اقول انا شنو الاشياء اللي مساويتها او كم حملة تبرعات انا داشا فيها يعني لان احس هذا شي انا قاعد اصويه من نفسي ما لا داع اني اتكلم عنه بس لان ابي بس اقول حق كل متابعاتي الفلسطينيات ان انا معاكم وانا ادعي لكم وانا وايد اسوي اشياء بس انا ما اتكلم يمكن انا مو من الناس اللي تلاقون اطلع فيديو اقاعد اتكلم انا شنو اسوي وشنو ما اسوي اعرفتو فبس كنت ابي اقول حق كل متابعات من هناك هذا الشي انا انا دايما ادعي لكم ودايما انا واقفة معاكم واكيد اكيد اكيد يعني الكويت من اكثر الدول اللي تهتم بالقضية الفلسطينية من زمان واساسا احنا نولدنا على هذا الشي على حبنا حق فلسطين وحق دعمنا دايما حق القضية الفلسطينية فاحس ان هذا شي بديك فبس لانا اقعد اقول لكم لانا فرق التوقيت بالفيديوهات وهو هذا اللي يخلي مراتي ممكن ناس تتعلق حتى لما صار الزلزال مع المغرب انا وايد احط الاشياء البوستات هذه دايما بالانستجرام بس انه ما يمدي ان انا اتكلم عنها باليوتيوب وانا من النوع اللي ما اقول انا شنو اسوي عرفتو فانا دايما اخلي يعني اليوتيوب هو الفيديوهات اللي ترفح عن نفسكم وتونسكم ونسول فيها باشياء حلوة وما اتكلم انا شنو اسوي يعني انا ما احب اتكلم تلك الشي بس بي اشياء انا وايد اسويها بس يعني بس ما بي اتكلم زيادة لان احس ان انا استيح ان اقول اني يعني شنو اسوي الاشياء فرما هذا بس طبعا احنا دايما يعني كلنا كمسلمين وكويتيين وكعرب دايما مع بعض فياخل ابلش بالفيديو مالي اليوم ويلا اوكي الفيديو لحلمة حمسين حقيقة انا حلمة حمسة عندنا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة خمسة اشياء راح نبدي اول جيز هذا وهو اللبان خذيته من غالريا لبيت لونه وايد حلو خفيف يعني احب تشوفونا اشبه صاير هذا اللون وايد حلو لونه شي فاتح وردي يعني الوردي اللي شوي تشنه على ليلكي ماضي بس حيل عجيب فهي هذي اول مشتريات انبلش بهذا الحين انا ما دي عد شنو اي هو اي هو اي هو اوكي هذا اول شي اي هو اي هو هذا اول شي اي هو طا تلا 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 تراؤ تكون عريضة وهو ساير موسلم هذا نازل حبيته كنت اتمنى انه يكون ذهبي وهو نازل سلبر لا يوجد ذهبي حبيته لا تفتح ثابتة شكلها فقط حلو باللبس اعجبني انا اكثر اعجبني موضوع ان ابي لوفر بس كنت ما ابي سلم شي حيل كنت ابي شي شونكي فكنت طالع لهم ملات برادة بس لما شفت هذا اعجبني صراحة وحلو الكعب اللي فيه وشكلها بالرين يعني شي مو ناعم شي شوية فيه يعني ففنكي اكثر انا احب فيا هذا اول بوكس عندنا حيني على البوكس الثاني ثاني اسمر احس هذا مبين حيني وايض 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 حلو هذا اللي هو الشيبغ على قولتهم وما شسمه شسمه ماذا قالت ماذا قالت ماذا قالت ماذا قالت ماذا قالت بس انا اكتشفت ان انا قياسي بارماز 36 يعني كل هؤلاء اللي اخذيتهم كلهم 36 انا عادة يعني قلب 37 بس طلع ان انا قياس 36 وايت حبيت ان انا حصلت الاسود كان هو اخر حبة عندهم وسانسي طلعوا اليانا هو من الاشياء الصعبة ان تتحصل وكان عاجبني الاسود لان انا عندي اكثر اغلب الاشياء اللي تشذي فلات وشنكي وشي اشياء كلها تكون الفي بنيات المونوغرام عرفتو يمكن بس عندي واحد فالنتينو اذا تذكرون كنت ما اخذته من من فيغاس اللي يصير نفس طريقة هذا بس في هذا الفارو اللي داخل بس اغوى اسود وفيه شي ذهبي بس هذا اسود شي سادة بدون فارو فحستيت ان اغلبسه اشتا صيف يعني بالكويت رح استخدمه اكثر يعني احنا ما ينشطها وايد وايد فاستانست ان انا حصلتها وان شاء الله اذا يعني ابي ااخذ واحد ثاني ودي ااخذ اللي اغوى اللي لونه كامل ومن داخل فيه فارو احس وايد رح يصير حلو شي مع جينزات وشي يعني استايل يا ربتر فيا خذت هذا لا اقول لي بعدوا اوكي انا عسيت اوكي انا ادري هذا الكبير شنو بس انا نسيت لان انا من ردت صار لي شكتر ردت وانا خاشة تشيلتش عشان لما اصور معاكم لما ابي اصور ابي اراويكم عرفتر فا نسيت انت بعد صح اوكي 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 ت يا اوكي قالت لي ليش تبين تخذينه له قلت لها ما ادري يا حسان كصيرة ريلي كصيرة يمكن الهاي شوية تقول لي لا كلش لا قالت لي بالعكس اخذي الهاي لان انتي ستايلش وائد فانكي وتري فاحلى على ستايلش ان تتخذين هذا الهاي وان اللو شكله وائد جد رياضة قالت لي هذا شكله ستايل اكثر فلما لبست ويعبت لي واحد ثاني لو بسموها اللون كان لونه وردي ما كان حلو لبسته حسيت ان صح كلامها هذا شكله ستايل اكثر يعني فيونس وحتى لو بتبين مع تنورة مع نفانيف مع شورتات هذا شكله احلى ولما تلبسينه مع جينز الجينز راح يغطي هذا فهذا تبينه شكله ما يبين هنا هم ما راح يبين فهو صح احسن ان انا ااخذ الهاي فوايد حبيته وهم من هذا كان قياس ستة وثلاثين شنة بس ستة وثلاثين ونص يمكن اقول لكم لان انا اذكر اخذي ستة وثلاثين انا اقول لها لا ابي ستة وثلاثين ونص عشان اكون سيف سايد يعني لان هذا سنيكر فراح امشي فيه اكثر راح اخذه بسفر وايد فابي انه يعني اكون مستفيدة يعني انه لا يطلع ضيج عليه مع المشي ولا يؤذيني ابي ما اني لاقيا وين ما اقول لها داخل مكتوب بلابيض ما ابين مني ستة وثلاثين ونص ستة وثلاثين ونص خذت هذا واحس حتى لو سبعة وثلاثين كان عادي عندي اخذ يعني انه بس ما ادري اهم ما قالوا لي لا انت كنت اخذين اكبر من القياس وانا اقول لها اوكي ايا خلاص ستة وثلاثين عشان لا انتي ولا انا نصير بالنص بس وايد وايد حبيته لبسته هناك بالمحل وقايسته ومشيت فيه شوية وايد حلو وايد مريح وشكله بس صج اي اوه شكله بس صج وشكله بس صج وشكله بس صج بس شكوه هذا لذر هذا اللي هني مو لذر هذا هذا فانا كنت خايفة ان هذا يتوسخ فقيت له حلون يعني اخاف هذا يتوسخ ما رح يتنظف كانت تقول لي رشي عليه قابل الله تلبسينا رشي عليه شنو حمد قالت مو انتي ستين انتي شنو ستين انتي ستين اللي هو عشان ما يبقى او مطر او وصخ معدنا انا من نوع لي وائد احافظ صراحة على جواتي بس لانه مو لذر انا اغلب الجواتي اللي يلبسها تكون لذر فهذا خفت شوي قالت لي لا عادي رشي هذا ما رح يتوسخ يعني فيا الاحين اريد اطلع لكم اساميهم هذا شنو اسمه ها هذا مو باونس باونس لا مو هذا الباونس ما يدري شنو قالت اسمه يعني شي ما يستفيدون لازم اقول لهم شنو الاسم وشي عرفت احسن يعني شوفتوا ليش حمد يصير مهم وجوده لانه الاحين رح يطلع يدور اسمه ويقول لي ويقول لكم لان في بنات يقول لي ليش حمد يقعد يمج لما تصورين فماذري ولا انه دايما يساعدني عرفته فعشان تشري يعني شي طلع العز يلا حمد بطيء مساءاتك بطيئة هذا التليفوني شو التليفوني انا بس نبي نعرف الاسم وهذا اللوفر بس اللوفر ليه اسم معين يعني هم وايد عندهم لوفر فهذا لي اسم معين شو اسمه؟ هوت هذا اسمه هوت لوفر هم حسنا هذا اسمه هوت لوفر يعني عشان اذا فيه حتيبين او بتشون مثلا انت بتشوفون مثلا الفرق بين العاديين هذا اسمه هوت لوفر اللي هو هذا ستصير كذلك هذا ستصير عريضة ممزين وهذا هذا جلنا قالت شايبر اسمه هوب هوب سنيجر انت بحتيب عليه هاي بحتيب اسمه هو هوب هوب سنيجر اسمه هوب هوب سنيجر ماهذا هذا شبغ او شايبر او شونه حسنا هي اللي قاعدت تقولها بالفرنسي فيعني انا صراحة مو اهتم حكتش بس انا اشوف ان في ناس وائد عندهم موضوع ارماز بكديل يعني ما ادريش حقه على ارمازيون ولازم ان ينقال صح وهم كل شي ثاني احنا نقول الماركات الثانية كلها عادي يعني والمهم نفهم بعض مهم ان يعني اسأل لكم احنا عرفتهم رسماتها مو موجود اي مو موجود برواب سيدة هذا مو موجود برواب سيدة فما رح اقول المهم نيح على شمبان اسمه شمبان شلو شمبان لا اقاد شنو احمد لا تقولي شلو تشذب علي شلواني خلاص مو مهم حين نيح على شمبان اسمه شمبان أبي شمبانở وعندما أرمز بأي مكان نهائياً لا أسأل عن الجنات لأنه لا يخلق هذا الحوار المليق وعصب فدائماً أذهب على أجواتي حزم ملابس أشياء كذلك المهم فأنا عندما أرمز بأبي أشتري لوفر فكان أرى هذا كانوا عارضينه فلما خذيته وقايزته فعجبني كانت تقول لي همّاً إنه قياس 36 أو هو آخر وقلت له اوكي أبي بعد أن أقول لها ابي تشيدي أبي تشيدي كان يعني ما أعرف ليش كان أقول لها وقلت ما رح إذا بطلب جنطة ما رح يقول لا بيركن ولا كالي لأن عليهم تشيلويا فممكن أطلع لي بهذه البكتان كان أقول لها وانا قايزة هذا وقلت له هذا أبي وهذا أبي وشي ومعطتها للسايل كان طالعا كان أقول لها أقدر أحصل اي أبي تبين الآن أنا تبقى العبت يوم قالت لنا تشارفيني هم؟ مادري أنا مو حط ببالي لا لون لا حط ببالي قياس مو حط ببالي ولا شيء وأبي أطالع ويحمد أن أتهقر ويضعها كان أقول لها وبسوي روح أني عارثة يعني شنو أبي مادري كان أقول لها أبي نيفي لأن أنا يعني صارفيني أنا ما عندي ولا جنة نيفي واجنات اللي تصير يعني أرمز شوي ما بيأخذ فواتح لأن أخاف يعني إذا توصخت راح نهار فصار فيني إذا أبي راح أخذ دائما أخذ شيء غامج وكنت بقول أسود بس أنا الآن مصرر أن أطلع الكلي سودة فما بيأخذ يعني مثلا جنطتين يكونون سود لا أبي الكلي هي اللي تكون سودة كان أقول لها نيفي كان تقول لي أي قياس كان أقول لها ما يفرق معي القياس يعني عادي 18 أو 22 عادي عندي حتى الهاردوير عادي بس أفضل أن يكون قولد كان تقول لي أوكي كان تروح هي راحت كان طالع حمد كان هابي طالع شوبي هي راح تطلالة شوحين يعني راح تهيبها قلت له ما أدري أنا خايفة ما أدري إذا الصج راح تطلع ولا لا المهم كان أقول لي لا ما توقع يمكن بتقول إنه ماكو أو إنه تشيكت يعني توقعت شيء جنيه كان تيب كان تقول لي تفضلي معي داخل تفضلي معي داخل آآآآآآآآآآآه بسنا بيقول لي يا عاتي وأنا قول لي ما تجذي يا راحتم سحيل يعني المهم دا الشينا قعدنا بالغرفة سكت الباب والتي بالبوكس كان تحطها كان تقول لي أنا حصلت لك هذي كان تطلعها أنا لو كان طالع أي شيء كنت راح أخذه بس صار فيني إن شاء الله تطلع شيء أنا أبي بس إذا بتطلع وثير ما ما راح أقول لا يعني يا راحتم ستقول لي حصلت لك اللون اللي تابينه اللي وهو هذي أول بكتانتر عندي ترى أنا من أرمز يعني من أرمز من الإجنات أنا ما عندي إلا البركن وما أخذتها بيرسنال شوبر والكالي السودة الصغيرة حالي العشرين هم من بيرسنال شوبر فكان ودي أطلع شيء من البوتيك يعني عربته فهذه أول جنطة راح تطلعت من البوتيك يعني كان تقول لي اللي إيه هي النيبي بس طبعا هي ما هي شنو قادت اسمها هذين بس هي يعني الكحلية اثنين وعشرين جولد هاردويب طولك تترارينا طول طول وين شيس المطر هذي اللقمال ها هذي محط لها شيس مطر شنو يعني بكتان فيه بدون مطر مو مهمة يعني المهم فهذه ايه هي وصراحة لما فكرت عقوب ما اخذيتها قلت اشوى انها طلعت لي الكبيرة لصغيرة حالاتها نفانيف وتشيدي صيفي تكون اورنج تكون صفرة خاضرة وردية بس الكبيرة يعني مع ستايلي انا جينز جينز باقي مثلا شي وتيشيرتات وشي والكبيرة احس رح يصير اللي ستايلي احلى فانديش نبسها شي فاحس ان شكلها احلى وانا اقدر احط اشيائي يعني مثلا الستاند ما الكاميرا التليفون اللي اصور فيه عرفتو فراح تشيل اغراضي اكثر وانا يعني عادة دايما المطلع دايما ما اخذة تليفوني والستاند لانه ممكن اصور باي وقت يعني عرفتو فهادي احسن لي المهم خنركب بس يعني انه طلعت لي جولد هاردوير كتوايت مستانسة يعني حيل استانست انزين الحين هاذا شلون شون ركبة حامل بعدين ليش بعدين يعني شلون هو يركب شذي يعني بس اتوقع لازم فيه سكة هو مو ماقنت ليش عباليان انه تسوي شي يصير ماقنت المهم انه انا راح احابل فيها بعدين بس هذا وهو اللون اللي طلعته ومن داخل شلي هم من لونها فيا اقدم لكم اول جنطة ارماس تطلع من البوتيك هذي ايه حدي حدي استانست هذا يعني الهاردوير غولد مني هذا يصير غولد يعني مو سلبر فيا وايد او نس وايد او نس عزل ها هذا اللي يدش او النص هذا اللي يدخل ايه ثلاث شري نضع الغراز وثلاث تونس واللذر مال هذا توقع توبه ونفس اللذر مال البركن احبتها وايد استانست ان اخيرا طلعت شيء من البوتيك فالحين عاد شنو صار عندي ريكورد معهم فان شاء الله لا يعطوني سوال في الكوتا وما ادري شنو انا ادري ان اثنتين لازم اتطلعين بالسنة لج فلازم ارد اروح باريس مرة ثانية وقعد احط مواعيد 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 عشان شنو اروح واقول لهم ابي كالي فان شاء الله ان شاء الله تطلع لي الكالي هي هذي اللي يعني بخاطري وانت قولوا لي شرايكم اخذها 25 ولا 28 ماذا انا بالبداية كان ودي اخذها 28 احس انا ستايلي تشي تصير كبيرة وهذا وهما لما شفت التوغو 25 بالصج بالمحل حسيتها حلوة يعني شكلها اكبر من اللي هو الابسام ولا اللذر الثاني اللي سيريها بس شكل التوغو اكبر فما ادري واذا مثلا ما في وبيطلعون لي مثلا بيركن ممكن اخذ بيركن سودا 25 ابسام عشان تصير غير عن التوغو وتصير هما نقولد بس الكالي اللي اذا طلعتها مثلا شيتوغو كبيرة عادي اخذها سلبر عشان تصير ماشا معها فايا كفايا ادري ان الفيديو مرح مو يطوير فراح يتيني كومنتات بس ان هذه الاشياء اللي شريتها فما ما اقدر اطول الفيديو اكثر من شري فبس حيل استانست ومن زمان من اول ما فتحت يوتيوب وانا احلم اسروي فيديو امبوكسنج ارمز فحيل حيل حيل استانست وان شاء الله يصير حظي زينتي كل مرة وانا اذهب في باريس اطلع شي اشياء واسروي بعد يعني لانا فيه اشياء الى الحين ابيها يعني بخاطر ان ارد هما اروح حتى اروح ارد ويكند مرة ثانية عشان مثلا اتسوق حق الاشتاء فان شاء الله ان شاء الله ادعووا لي طلعون لي اشياء ومنضطر نشتري من بيرسل الشوفرس وبس والله هذا كان هو الفيديو حق اليوم ان شاء الله تكونوا حبيته اذا حبيته اعطوكم ثمزب ولا تنسون تشغلون الجرس او البل عشان يوصلكم نوتيفيكيشن انه نزل فيديو يديد فما يطوفكم اي فيديو من فيديوهاتي واهم شي اهم شي اهم شي لا تنسون تسرون سبسكرايب حق قناتي لان يا جماعة احبكم وايد واشوفكم ان شاء الله بالفيديو لياي ويلا باي